طاروخ نبال السيان إيرانيان أطلقتهما الميليشيات الحوثية على أهداف مدنية في كل من العاصمة السعودية الرياض ومدينة جيزان جنوبية المملكة اعترضت الدفاعات الجوية الملكية السعودية الصاروخين ودمرتهما ولا خسائر إلا من إصابات طفيفة طالت مدنيين اثنين جراء سقوط شظايا وبقايا أحد الصاروخين على أحياء سكنية في الرياض المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي أكد تدمير الدفاعات الجوية لصاروخين باليستيين إيرانيين في سماء الرياض وجيزان قبيل منتصف ليل السبت مضيفا أن الصاروخين أطلقا من صنعاء وصعداء المالكي قال أيضا أن إطلاق الصواريخ الباليستية من كبال الميليشيات الحوثية والحرس الثوري الإيراني في هذا التوقيت يعكس التهديد الحقيقي لتلك الميليشيات الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها معتبرا لاعتداء استهدافا لوحدة العالم وتضامنه في مواجهة وباء كورونا الذي يهدد البشرية جمعا الهجوم الإرهابي الحوثي على الأراضي السعودية هو الأول منذ نحو ستة أشهر ويأتي بعد أقل من يومين على دعوة وجهها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث للأطراف اليمنية لاجتماع عاجل يبحث في ضرورة وقف التصعيد والانخراط في هدنة وعملية السلام ترجمة نانسي قنقر